من الحالة الجوية انتبه معاكو الحالة المرورية وحركة المرور في الشوارع نهارده كيوم من ايام العطلة الاسبوعية يوم الجمعة طبعا الصبح على وجه الخصوص بتبقى الدنيا ريئة وفضية في الفترة دي بقى يعني عايزة اكلمكو برضو يعني انتهزها فرصة وقولكو على الكباري اللي اتعملت خاصة في مدينة ناصر ومصر الجديدة الرادات اتعملت الرادارات زادت والكاميرات بقت موجودة وكنت بقول دايما لحضراتكم في الفترة اللي فاتت انه عربيات السيرفيز دايما بتقف عاملة موقف جديد كده مع الكباري جديدة عند مطالع الكبري ومنازل الكبري دلوقتي بقى فيه افطة موجودة مع وجود الكاميرات الموضوع يعني تم الحد منه الى حد كبير لكن ما زالوا بيكونوا موجودين لما اعتادوا انه هم يروحوا يغبوا الناس فالناس للأسف بتروح عند نفس المكان اللي هم اتعودوا انه هم يركبوا منه الفترة اللي فاتت فانا نفسي بس نعدل السلوكيات دي بعض الشيء في الفترة القادمة بحيث ان احنا ما نعملش تكدس وازدحام يتعارض مع فكر التطوير وانه يبقى فيه سيولة مرورية وتوصلوا طبعا بألف سلامة واحنا شايفين كده معاكو الطريق وعايز اقولكو برضو يمكن احنا رصدنا الاسبوعين اللي فاتوا انه المحور اللي هو رايح من مدينة 6 اكتوبر لميدان لبنان كان بيبقى مغلق يوم الجمعة الصبح نهاردة وانا جاي في الطريق نهاردة الصبح كان في جزء منه كبير اتسافلت فتم فتح الطريق وتوصلوا بألف سلامة يا رب العالمين